السلام عليكم ومرحبا بكم دايما في القناة مع شفت حمالي الطبخ ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وبصحة جيدة اخوكم الحمالي نوس يحييكم على بالي طولت عليكم الغيبة الله غالب قادر ونادوره وشغالة ان شاء الله هربي يحفظكم اليوم راح نبدأ وفي وصفات لشهر رمضان المبارك واشتخترت لكم كأول وصفة واللي هي بحبوبة ومطلوبة ميني كيش بالدجاج وصفة اقتصادية وتقطع كمية كبيرة ما شاء الله راح نخرجوا خمسة وعشرين حبيجو طريين حميم رين بعاجينة ولا اروع انتمالي راح تجربوها وترجعوا لي اراءكم في التعليقات وبالحاشو اللي راح يكون بالدجاج المفرم يعني بنا لا تقاوم الوصفة تعليهم بالزفايلة وراح تستفادوا منها خاصة الناس اللي تحب تخدم المشاريع هذا هي انتمنا منكم كامل اللي تشوفوا الفيديو تعليهم ديرونا للجامعة وفرج الممتعة للجامعة بسم الله على بركة الله كيما راح تشوفو هنا اول حاجة نبدأ بالعاجينة تتبعوا معي من الحاجينة الخاصة بلي كيش تتبعوا نحتاجوا 150 غرام تا مارغارين تكون طرية بدرج حرج المطبخي يعني طرية عندنا زوج ملاعق تا زيت كيما راح تشوفو هنا بالقرامج 20 غرام نحتاجوا زوج حبة طبيعي دي يكونوا كبارين لك انه صار تقدروا استعملوا تلت حبة ولا زوج وصفر ملعقة تعليم الحاشر غرامات وعندنا 450 غرام بتاع الفارينة يعني تلت كؤوس معمرة ومشي مخبوطين الكاس الوحد يرفض 150 غرام للإضافة عندنا ملعقة تعليم وطار رشة تعفل في الكحل وعندنا الأعشاب العطرية هذه هي الإضافة في العجينة تعليم وهنا كما راح تشوفو اول حاجة راح نجلبوه الباتور تعنا نضربوه هذك الزبدة جيدة نضيفو لهذك الزوج حبيبات تعالوا بيد يعني المقاوتو جر نحركوهذك الزوج ملعقة الزيت يعني راح يطوها شاشة اللابات ما شاء الله نخلطوه كامل المكونات بهذه الطريقة رح ينسجمو طريقة السهلة لأنه زبدة تعنا راه طريق ما تدروهاش جمده مثل جوهنا بعد ما اتضربتهم الإضافة في العجين تعنا راح تكون ملعقة تعالى مطارد عدنا الأعشاب العطرية وفلفل حكها اللي يحب يخليها سمبل يستغنوا على هذه الإضافة هذه هي احنا راح نزيدو نرمو الكمية تعالى ملعقة فيها 10 غرامة لأنه راح نستعملو 450 غرام تعالى الفارين نزيدو نحطو هذوك الأعشاب العطرية ندوروهم ملح بالباتر ونعاود نودي لكم وهنا بعد ما تخلطو كامل هذوك المكونات عدوك هاش راح نجيبو الكمية تعالى الفارين اقلنا 450 غرام تلت كيسا ام عمرين ماشي اما خبوطين هذه هي وإلا كانت الفارين وتشرب ممخين تزيدو هذك ال50 غرام تلحقوها لرطل هذه هي دوك هنا راح نغرب له كامل هذك الفارينة باش نتحصلوا على نتيجة مليحة وهكذا كالفارينة تعنا تتنفس دوك هنا وش راح نديرو راح نبدو نطمو لاباتر تعنا غير اطراف العطار السابعين المقادر المدبوطة العجينة راح تنطم بكل سهولة هذي هي نبقى نطمو فيها هكذا خفيف دريف ونبدو نطمو غير بالعقل وهنا بعد ما تتشكيل عجينة تعنا راح نحبطوها فقل مبلون طرفي ونبدو نروليها في غير بالعقل عجينة تعنا تكون طريا ما شاء الله وتتمشى بكل سهولة لانه احنا طريقة الخدمة تعنا راح تكون ديبولات ونعبزوهم بلا ما نديرو الحلال والفارينة العجين تعنا وش راح نديرو نعودو راجعو للريسيبيون نغطوه خلوه يرتاح ونجوزو نحضروا لفارس على بركة الله هنا بالنسبة للحشوة تعنا يعني راح يكون بالدجاج المفروم تتبعوا معي ملح عندنا 250 أغرام راح يتح لكم حوالي 17500 حتى 18000 عادنا حبيبها تعالي بصل حوالي زوج فصوص تعتهم ضروري ملح في الفلكحل هذا وش راح نحتاجه تاويبل كمية معدنوسكوبي والمعدنوس المقالة تعنا نديرو فيها زيت طريقة سهلة مهلة تتبعوا معي ملح أول حاجة نحطوا ذلك البصل تعنا والتوم نحطوا فوق النار نار قليلة ونخلوا البصل تعنا يتحمس ويدبال جيدا مع هذيك الكميات زيت التوم هذك راح يعطيه بالنا ما شاء الله هنا راح نجيبوا الكميات على الدجاج المفروم يحني احنا توجر فهذا لي فرص نزكيوهم بالبصل خاصة الناس اللي تحب حاجة اقتصادية وزكية هذه هي بشو ما تكونش الحالة مشارجية بالدجاج ونفس الطريقة تحبوا تخدموها بلاف يونضاشي لكن فيلاف يونضاشي تقدروا تزيدور شيشات الكمون اراكوا على بلكم هنا بعدما نطيبوها جيدا اول حاجة وش راح نديرو الملح يعني الملح رشي شابش تعدينا هذيك اللي بنا والتوابيل قنا راح نستعملو غير في الفلكحل وفاقات اللي عندو زعية رامة وفرة يقدر يحتت شوية راح تعطينو بنا ما شاء الله وهنا بعدما اتقلوا جيدا في الاخير راح نضيفوها هذيك الكميات على الزيتون اللي معدنة استحليكها في فضريفان الطفية والنار ونجوز ونحضروا السلسط اللي بشامل اللي راح تكون سهلة مهلا في الكسرونة تعناوشة راح نحتاجه 500 مليلي لتر تعال حالة بالنص لترا نحطو شوية تعال منح شوية تعفل في الكحل نجيبو الفويت تعناو نشعلو عليهم النار والتحريك مستمر راح نضيفو زوج ملاع كبار تعالفارينا 50 غرام النار راح نشعله والتحريك مستمر يعني طريقة سهلة مهلا وبدون زبدة يعني بشامل سهلة سبيسيال الهاد اللي كيش اتواعنا تبعوا معامل حلفويت توجور تحريك مستمر ونرهم توسطها حتى تبدأ تعقد لنا هذيك اللي بشامل من بعد راح نضيفوها الله فرص دوك شوفو الطريقة اهنا بعدما نشوفوها تقالت ما شاء الله دوك توجور تحريك مستمر يعني بش ما تدير نشهدو كل حبيبات ولا اللي يقري ما دوك وش راح نديرو انحي الفويت تعناو راح نجيبو لما غينز تعناو ولا الاسبات والتح سيليكون الكاميرا كنت شوفو تحريك اخفيف ضريف اللي بشامل تعناو راح وجدا نطفي عليها النار ونجوزو للبلون طرفي على بركة الله وهنا بعدما نجيبو اللي بشامل تعناو راح نحطوها فوق لفرص تعناو التحريك اخفيفة ضريفة لفرص تعناو راح نخلوها اكو تغير معقلها ونجوزو للعجين تعناو بعدما ارتاح وهنا كاميرا كاميرا كتشوفو بعدما ارتاح العجين تعناو راح نجيبو ليمول تعليمي نكيش كاميرا كتشوفو اللي فيهم 7 سنتيمتر هنوش راح نديرو نجيبو الميزان تعناو نديرو كريات عدو وزن 35 كرام راح يجو سهلين مهلين قبل ما شغوا تفتحوا بالحلال والفارين طريقة سهلة مهلا نحطوهم في ليمول ونبدو نمشوهم كما كنا نديرو ديميني طار التولة يعني طريقة سهلة مهلا واللي حبي يفتح بالحلال ويقطع بالفارينة وهو الاختيار رشفارينة ويبدأ الحل ويخدم على روح هنا هاتس الطريقة يعني تساعدني بالبزاف وجي سهلة هذي هي وكهنا راح نوزنو كامل حبيبات على وزن 35 نبسطوهم في الملتاح ونكملهم كامل ونعاود نولي لكم وهنا كما راح تشوفو بعدما كملناهم كامل أنا بالنسبة ليمول عندي 19 انحبة بالنسبة للكوريات يخرجو لكم 25 انحبة يعني 19 زائد 6 كوريات 25 ما شاء الله معلابات هذيك اللي راح تكون طريقة وتتماشى لكم بكل سهولة وكه بالنسبة لفورتعنا شعلوه من فوق ومن تحته تخلوه يسخن حوالي نصف ساعة هذي هي السنوات قدروا تديروها في التلاجة يعني تزيد شدروها شوية ذك الزبدة شدراح ودخلوها طيب أهنا وبعدما نشوفهم طابو الحبيبات للأحميرار تحهم راح يبقى عليكم تحمروهم مليح ولا شوية هذيك راح تبقى عليكم أنا هذا هو الأحميرار اللي اكتفيت به يعني يراهم ما شاء الله طيبين من تحتها هكذا بيوضة ومن فوق حمي مرن ما شاء الله هم تحوفين يعني راح نزيدو نديرو فيهم لفارس والفرمج ويعودو يتجيراتين واتبعو معاي الطريقة أمل إحنا راح نديمو لي كامل حبيبات ونعودنو لي وبعد ما كمناهم كامل راح نجيبو لفارس تعنا بالدجاج بعد مرتاحة نجيبو الملعقة تعنا ونبدو نعمرو فيهم ملعقة من غاقة ونبسطوهم ما شاء الله هم من بعد راح نجيبو الشدر تعنا اللي يتحمر وش راح نديرو نجيبو السكريفاش تعنا ونبدو نربيو لهم كامل بهذه الطريقة كامل الشوية شو يعني شي درسون قرام راح يكون كافي شروق 29000 يكفى ويبقى لكم هذي هي نوكا هنا وش راح نديرو ندخلوهم للفور ياخدو احميرار شباب كيف دريف ونجو نشوفوهم في النتيجة النهائية إذن كاميرا كنت شوفو خوتي خياتي الأزاز هنا بعد ما تحمروا ليميني كيش تعنا ما شاء الله بالدجاج أبسا حاتكم تقدروا ديهم بلا فيونضاشي بالكويس بالدند بالسرق بالشومبينيو هذيك راح تبقى عليكم ومتو مولا فارس اللي تحبوها المهم تجربوا لي العجينة وترجعوا لي بالاخبر تخرج لكم خمسة وعشرين حبة في هذي المال هذي وتقدروا تخدموا بها ليميني كيش الصغار اكبر مدورين دي بركات اي حاجة لمهم العجينة صافية وفية ان شاء الله تعجبكم الجهشيشة ولا بنا ما عندي ما نقول لك وهذي لا فارس يعني بنا خيالية تقدروا تديروا بها حتى لبورك وان شاء الله راح نزيد مفرحكم بالوصفات خوكم دي حميرار اسمي بقى ليقولكم غير بقى على خير ربوتها الله في روحكم الى اللقاء مع وصفات جديدة سلام